ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس جمهورية غنية الاستوائية تيدرو أوبيانج بمقال الحكومة بالعاصمة الإدارية جلسة مباحثات موسعة تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك وأكد مدبولي استعداد الدولة المصرية لدعم مجالات التعاون الاقتصادية والأمنية مع جمهورية غنية الاستوائية عبر إفادة خبراء مصريين إلى دعم وتطوير منظومة الأمن الداخلية هذا وأشهد نائب رئيس جمهورية غنية الاستوائية بما رأاه في العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات مهمة تحققت خلال فترة قصيرة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات بين مصر والدولة الإفراقية كذلك عقب أن شهد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس غنية الاستوائية توقيع مذاكرات تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية كما شهد الجانبان توقيع اتفاق بشأن الأعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحامل جوزة الصفر الدبلوماسية والخصة والمهمة بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية وتعاون الدولي والشتات بجمهورية غنية الاستوائية كذلك شهد الجانبان توقيع مذاكرات تفاهم في مجال التعاون الأمني والتبادل المنتظم للخبرات